فيما يلي بعض أهم الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم الحادي والعشرين من سبتمبر ففي مثل هذا اليوم من عام 1792 نجحت الثورة الفرنسية بمسعاها الأكبر وألغت النظام الملكي معلنة قيام الجمهورية في فرنسا وفي عام 1939 اغتيل رئيس الوزراء الروماني أرماند كاليسينكو على يد الحرس الحديدي الفاشي بعد فشل عدة محاولات اغتيال سابقة عام 1964 حصلت مالطا على استقلالها بعد 164 عاما من الحكم البريطاني وفي 1976 اغتيل وزير الحكومة تشيلية أورلاندو لتير في واشنطن وكان يعد أحد أبرز المعارضين للديكتاتور تشيلي أوغوستو بينوشي في مدينة الطائف انطلق عام 1989 مؤتمر خاص بهدف إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية وفي عام 1991 صوت شعب أرمينيا على الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي وأعلن هذا اليوم عيدا وطنيا للشعب الأرمني عام 1999 ضرب زلزال بقوة 7.6 تايوان وأسفر عن مقتل 2500 شخص وفي عام 2004 مثل كبار صانعي التبغ والسجائر الأمريكيين للمحاكمة في قضية رفعتها حكومة الولايات المتحدة اتهمتهم فيها بتعمد خداع الجمهور بشأن مخاطر التدخين منذ الخمسينيات